بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد حيات الأنبياء صلى الله عليه وسلم بعد وفاتهم من تأليف الحافظ الكبير والإمام الشهير أبا باكر أحمد من حسين البهقي المتفسنة 458 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه قال شيخ القضاء أبو علي إسماعيل ابن الإمام البهقي رحمه الله أنباءنا الإمام والدي شيخ السنة رحمه الله قال الحمد لله رب العالمين على عاقبة المتقين وصلاة على سيدنا محمد وآلي أجمعين ذكروا ما روي في حياة الأنبياء صلاة الله عليهم بعد وفاتهم أخبرنا أبو أسعد أحمد بن محمد بن خليل صفي رحمه الله قال أنباءنا أبو أحمد عبد الله بن عدين الحافظ قال حدثنا قسطنطين بن عبد الله الرومي قال حدثنا الحاسن بن عرفهون الحسين قال حدثنا حسن من قتابة المدائن قال حدثنا المستنم بن سعيد ثقافي عن حجرة بن أسود над ثابت من بناني عن آس رضي الله عنه قال قرأس الله صلى الله عليه وسلم وحياء في قبورهم يصلون هذا يعد في أقراض الحسن قد روي عن يحرى من أبي أبو كارين عن مستنم بن سعيد عن حجراج عن ثابت عن آس ملك رضي الله عنه فيما أغبرنا الثقة من أهل عند قال أنبان أبو عمر بن حمدان قال أنبان أبو يعلم قال حدثنا أبو الجهم الأزراق وقد رؤى من وجه آخر عن اسم ملك رضي الله عنه مقوفا أخبرنا أبو عثمان الإمام رحمه الله قال أنباء نزاهر بن أحمد قال حدثنا مجعفر محمد بن عاذن الماليني قال حدثنا حسين المحسن قال حدثنا مؤمل قال حدثنا مبادئ الله بن أبي حميدين هذري عن أبي المريح عن اسم ملك رضي الله عنه وقلق أنه قال الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون وروية كما أبو عبد العبد قال حدثنا محمد لأحمد بن علي الحسنوي إملاء قال حدثنا محمد بن عباس الحمسي إحمس قال حدثنا أبو ربيع الزاراني قال حدثنا اسماعيل بن طلحة على نياز محمد بن عبد الرحمي بن أبي ليلة عن ثبثنا يصدر الله وعلا عنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يديه الله عز وجل حتى ينفقوا في الصور وهذا انصح بهذا اللوظيفة المرادة بي الله الله عالم لا يتركون لا يصلون إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين فيها بين يدي الله عز وجل كما روينا كما روينا روينا في الحديث الأول وقد يحتمل يكون مرض به رفع أجسادهم مع أرواحهم فقد روسوا فيها ثوري في الجامعة فقال قال شيخ لان عن سعيد بن مسيبي أنه قال المسيبي قال ما كمامك ثنبي في قبري أكثر من أربع الليلة حتى يرفع فعلى هذا يصنوا كسائر الأحياء يكونون حيث ينزلهم الله عز وجل كما روينا في حديث معرج وغير النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في قبره ثم رأيهم أسعى الأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس ثم رأيهم في السماوات والله تبارك وتعالى فعال لما يريد ولحياة الأنبياء بعد موتهم صلاة الله عليهم شواهد من الأحاديث الصحيحة منها ما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدال بن بشران ببغداد قال أبونا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدث محمد بن عبدالك الدقيقي قال حدث هزيد بن عرون قال حدث سليمان التيمعى سمع كذر الله وعنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به مرة على موسى عليه السام ويصلي في قبره وقال أبو حسين بن بشران قال آنبياء اسمعيل قال آنبياء أحمد بن سياري الرمادي قال حدث هزيد بن عبي حاكيم قال حدث سفيان يعني الثوري أنه قال حدث سليمان التيمي عن اسم مركز الله وعنه أنه قال قراصل الله يسعى الله اسم الله على موسى وهو قائم يصلي في قبره قال أبو عبدالله الحمد. قال حدث ابو العبد اسم محمد بن عقب الحمد قال حدث محمد عبدالي بن المنادي. قال حدث يونس بن محمد المؤدب. قال حدث حمد مسلمة قال حدث سليمان التيمي وثابت البولاني عن اسم ما كنت ذل الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيتو على موسى. ليلة اسيى بي عند الكثيب الاحمر وقوام وصل في قبله. خرج ابو الحسين مسلم بن الحجاج. ان يساب لي رحمه الله من حديث عمد ابن سلم عنهما. وخرج من حديث ثوري وعيسى بن يونس وجري بن عبد الحمد عن التيمي. قال ابو احمد بن ابي عليه الحرشي. قال انباء حاج بن احمد. قال حدث محمد بن يحي. قال حدث احمد بن خالد بن وهبي. قال حدث عبد العزيزي بن عبي سلام. عن عبدالي بن الفضل يشمي. عن ابي سلامة بن عبد الرحمن. عن ابي رؤية ترضي الله. وعننا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيتني في الحجري. وانا اخبر قريشة عن مسرايا فسألون عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها فكاربت كربا ما كاربت مثلا وقت فرفعوا الله عزيزي لي انظروا اليهم ما يسألوا عن شيء الا انبأتون به. وقد رأيتني في جماعة من الانبياء فاذا موسى قائم يصلي فاذا رجل ضرب جعب كانوا من جل شنوى. واذا عيسى بن عمريم قائم يصلي اقرب الناس بي شبان عروة بمسؤول الثقافي. واذا ابراهيم قائم يصلي يجبه الناس بي صاحبكم. يعني نفسه صلى الله سنفحانة الصلاة فامامتهم فلما فرقت من صاتق عليه قال يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفتوا اليه فبدأني بالسلام اخرج موسى صاحب الحديث عبد العزيزي وفي حديث سعيد موسى وغيره انه لقيهم في مسجد بيت المقدس وفي حديث ابي ذرن ومالك ابن ابي صاحصافحة يحرر في قصة معراج انه لقيهم في جماعة من الانبياء في السماوات وكلمهم وكلموه صلى الله عليه جميعا. وكل ذلك صلى الله يخلف بعضه فقد يرى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبل ثم يسرى بموسى وغيره الى بيت المقدس كما وصل بنبيه صلى الله يجب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤهم فيها كما اخبر وحلولهم في اوقات موضع مختلفة جائز في العقل كما ورد بها خبر الصادق وفي كل ذلك دلالة على حياتهم. واما يدون على ذلك ما اخبر محمد وعبدالحافظ رحمه الله تعالى قال حدثن ابو العباس محمد بن عقوب قال حدثن ابو جعفر احمد وعبد الحميل الحالثي قال حدثن حسين بن علي نجوعفي قال حدثن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعة في الصنعانية عن ابي اوسي بن اوسي ثق في النوق اللقل قال فان صلاتكم معروضة عليك قال وكيف تعرض الصلاة عليك وقد ارمت يقول ما بليت فقال ان الله قد حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء عليهم السلام اخراجه ابو داود السجستاني في كتاب السنوال وشواهد منها ما اخبرن ابو عبدالحافظ قال حدثن ابو بكر من اسحق الفقيه قال اخبرن احمد بن علي الابق قال حدثن احمد عبدالرحمن بن يباك الان دمشقي قال حدثن وليد بنوصن قال حدثن ابو رافع عن سعيد المقبولي ابي مسؤول الانصري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر صلاة علي في يوم جمعة فان وليس يصلي علي احد يوم الجماعة الا عرضت علي صالته اللهم صلي وسلم وبرك علي محمد قال حدثن ابو حجابre قال حدث عنهم وعلى نزيد ابني سنال عم كل شميع على ابي وما ترضي الله عنه قال قدات رسول الله صلی وسلم واكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة فان صلاة امتي تعرض عليه في كل يوم جمعة فان كان اكثر pharmضا كان اقربهم مني منزلة احمد صلى الله عليه وسلم اخي ادخل الله ابرو حسن علي mحمد بن علي السقال الاس Iran قال حدثني والدي ابو علي قال هذا ابو رفي عسان الطاعلي بن سعيد الرازي ب psychiat قال هو محمد بن سعيد السايق قال حدثتنا حكامة منة عثمان ابن دينار اخي مالك ابن دينار قال حدثتنا بأبي عثمان ابن دينار عن اخي مالك ابن دينار عن اسم Man رضي الله عنه أكثركم عليه الصلاة في الدنيا من صلى الله عليه مرة ثمرة في يوم الجمعة وليت الجمعة فقضى الله لهم مئة حاجة سبعين من حواج الأخير وعلى ثلاثم حاجة الدنيا ثم يقول الله بذلك ملكا يدخلوا في قبري كما يدخلوا عليكم الأدايا يخبروني من صلى الله عليه باسمه ونسبه إلى عشرة فهوذ بتوعيندي في صحيفة بيضاء وفي هذا معنى الحديث الذي أخبرنا أبو عينا حسين محمد بن روزبائي صلى الله عليه وسVIS وقبل عيد وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلووني حيث كنتم صلى الله عليه وسلم في هذا معنى الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله بن يحي assembly عبدالجبر السكري ببغداد قال حدثن اسماعيل بن محمد الصفق قال أبو عبد الرحمة المقري 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 قال أبو عبد الر قال حدث ابو نعيم وقال حدث سوفيا عن عبدالإبن السعب عن زهدان عن عبدالإبن السود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعزوجا ملائكة سيّا حين فرقض يبلغوني عن أمة السلام عليك السلام ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبره والحسن حسين ومبشار وقال بقاسم عبد الرحمن ومعبادي للحرقي وحرق قال أنبئنا حمزة محمد من العباز قال حدث أحمد الموليد قال حدث أبو أحمد الزبيرية قال احدى الاسرائيل عن يبيه احيان مجاهد عن المعبس رضي الله عنه منه قال ليس احد من امة محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول له الملك فلان يصلي عليك كذا وكذا صلاة اللهم صلوا وسلم وبركة المحمد بعد خلقه وضع نفسه وعلى الله عليه بن محمد بن بشان قال انباء المجعفر من الرزاز قال احدثنا يسا بن عبدالطايرسي قال احدثنا ابن عامل الحنفي قال احدثنا ابو عبدالرحمن حاشي يعني بعض الاغبياء الذين ينفرون الناس الذين يحرصون ان يقتربون يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم بقرب منه في الواجهة الشريفة وغير ذلك وينفرونهم ويقول لهم ابتعدوا غير ذلك فهذا نص الان من صلى عليه عند قبري سمعته صلى الله عليه وسلم ومن صلى عليه نائيا ابلغته اللهم صل علي وعلى آله واصحابه اجمعين ابو عبدالرحمن في حالة البعد روحي كنت أرسلها اللهم صل علي الله وعبدالرحمن هذا ومحمد بن مروان السدي فيما ارى وفي نظر قد مضى ما يؤكده واخبرنا ابو عبدالرحفظ قال انا ابو عبدالصفق اهدث ابن ابي الدنيا قال حدث سويد بن سعيد قال حدث ابن ابي الرجال عن سليمان ابني سوحيم انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النمو فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين يتونك فيسلمون عليك اتفقوا سلامهم قال نعم وارد عليهم صلى الله عليك يا رسول الله وعليك السلام وما يدل على حياتهم ما اخبرنا ابو عبدالرحفظ قال ابو عبدالرحفظ قال ابو عبدالحفظ 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 ابو ع صعقة. ممن صوقفها فاقه قبل او كان ممن استثنى الله عز جل وعز. رب خليف صحيح عن ابي اليمن وموسم عبد الابن عبد الرحمن وغيري عن ابي اليمن. وبالحديث الثابتة انا ارجعنا برطة الله عن النبي صلى عليه وسلم. قال لا تفضلوا بين انبياء الله تعالى فانه ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومفلادي لما شاء الله ثم ينفق فيه اخرى فاكون اول من بعث او في اول من بعث فهذا موسى اخذهم بالعشر فلا ادري او حسب صعقة يوم الطولي ان بعث قبلي. وهذا انما يصحى لان الله جل فهنا ورد الى انبياء يعمل سام اروحهم فهم احياء واند ربهم كالشهداء فهم احياء واند ربهم كالشهداء. فاذا نفق في من صعقة ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معني الا في ذهب الاستشعار. فان كان موسى عز وجل بقوله الا من شاء الله فانه عز وجل لا يذهب باستشعاره في تلك الحالة لا يذهب باستشعاره في تلك الحالة ويحاسبه بصعقات يوم الطورة. يقال إن شهداء من جملة من استثنى الله عز وجل بقول إن من شاء الله روينا في خبره مرفوعا وهو مذكون مع سائل ما قيله في كتاب البعث والنشر وبالله التوفيق. آخر اكتب حيات الانبياء علينا صلى الله عليه وسلم. تسمع الله صلى الله عليه وسلم وبركة الانبي حمد. بعد الخلق فرود نفسي. كذلك عرشكم ده ده كمات كلاهي. نجي من كل دفن فانتيلا ونمر للجميع وحبي في المدينة مستقر وليس قد ثم دفن بقي عفلي ولولديا والمشيخي والمسلمين آمين.